أقول لك سيدي أنا بحكم تواصل كثير منتقعدين كل الناس يؤكدون أن من كتب رسالة سهو من كتبها إذن؟ من كتبها حتى يعرف الرأي لها أقول لك من كتبها الناس لكذلك فقدوا نفس الامتازيات اللي كانوا يديرون الجزائر على هواهم لا يديرون المؤسسة كان يديرون الجزائر على هواهم وليوم راحتهم هل تقصد الفريق المتقاعد توفيق؟ أكيد هو من كتبها؟ أكيد هو من كتبها هو من يدير هذه المصرحية هو المقصود بكما تعربوهم في البيانة؟ أنا أظن في رأيي شخصي وقناعتي أنه لا يكون غيره واحد ما يكونش غيره هو إلا هو ما يكونش واحد آخر لأنا أقول لك سيدي نرجع كيف تستطيع أن توصل إلى هذه القناعة أو إلى هذا هؤلاء الناس الذين كانوا استفادين من الريع كانوا يستعملوا الدولة لخدمتهم وخدمة مصالحهم هما بعد عملتي جنتورين ووقف سيد رئيس جمهوري قائل على قوات مسلحة على حقيقة دائرة إعلام والأمر أنها برميل فارغ يحدث أصوات فقط بعد الفشل الذريع الأمني في تيجنتورين والفشل الذريع في قنصرية تعنا في قاو يعني ما أصبح حقيقة تخفى على أحد أنا هناك فشل أمني لما اطلع عن قرب وجدوا أن هذه المؤسسة فارغة من كل ما يعني فيها الاسم فقط وأنا واحد عنصر من ضابط سامي في هذه المؤسسة